اشتركوا في القناة سبح اسم ربك الأعلى أي عظم ربك الأعلى وجعل أسماءه منزهة عن كل ما لا يليق بها الذي خلق فسوى أي خلق كل شيء فجعل خلقه متساويا متقنى والذي قدر فهدى أي جعل الأشياء مقدرة على مقادير مخصوصة في أجناسها وأفعالها وأجالها وهدى كل منها إلى ما يصدر عنه ويقوم به معاشه وأمره والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أي أنه جل وعلا أنبث ما ترعاه الدواب أخضر ثم جعله بعد ذلك أسود يابسا متناثرا سنقرئك فلا تنسى أي سنقرئك ما أوحي إليك الآن وما يوحى إليك بعد ذلك على لسان جبريل عليه السلام وسنرزقك حفظه فلا تنساه في وقت من الأوقات إلا ما شاء الله أي إنه سبحانه إذا أراد أن ينسيك شيئا لم يعجزه ذلك إنه يعلم الجهر وما يخفى أي إن الذي وعدك بأنه سيقرئك وأنه سيحفظك ما تقرأ عالم بالسر والجهر فلا يفوته شيء مما يكون في نفسك ونيسرك لليسرى أي سنوفقك توفيقا مستمرا للشريعة السمحة التي يسهل على النفوس قبولها وعلى العقول فهمها في كل باب من أبواب الدين فذكر إن نفعت الذكرى أي فذكر الناس بما يوحى إليك من القرآن الكريم وغيره من الوحي وخص بالتذكير من يتوقع انتفاعه به سيذكر من يخشى أي إن الذكرى نافعة في فريق من الناس وهو من يخشى الله تعالى ويؤمن به ويؤمن به وبكل ما تدعوه إليه ويتجنبها الأشقى أي يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها الكافر المصر على كفره الذي يصلى النار الكبرى أي إن هذا الكافر الذي هو أشقى الناس جزاؤه أن يعذب بالنار العظيمة المؤلمة ثم لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يموت المعذب في نار جهنم فيستريح من العذاب ولا يحيا فيها حياة طيبة تنفعه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أي قد فاز بالمطلوب وظفر بكل ما يرجوه في دينه ودنياه من تطهر من الكفر والشرك وآمن بالله وعمل بما أمره الله به فأدى فرائضا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أي تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة والآخرة خير وأفضل فنعيمها خالص لا يكدر صفوه مكدر وهو أبدي لانتهاء له إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أي أن ما أخبرتم به في هذه الصورة موجود في الصحف التي أنزلت قبل القرآن كصحف إبراهيم وموسى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر